بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاب الحلوين المتميزين حقين الصفر الرابع الآن نأخذ درس من دروس الفقه عنوانه واجبات الصلاة افتح معي صفحة 41 كتاب الفقه أولاً هنأخذ حاجة اسمها واجبات الصلاة لازم تعرف شيء مهم أن الأركان الصلاة التي خدناها في الحصة التي فاتت عددها 14 وأن واجبات الصلاة عددها 8 نحن الآن ندرس الواجبات اللي هي الثمانية طيب الأول هزدنا نعرف الفرق بين الركن والواجب قلنا الركن تركه عمداً أو سهواً لا يبطل الصلاة إذا لم يأتي به المصلي لكن معنا اليوم الواجبات يا شباب ما حكم الواجب أو ما المقصود بالواجب الواجب هو الشيء الذي لو تركته عمداً تبطل الصلاة لكن لو تركته سهواً لا تبطل الصلاة لكن تصلي سجدتين للسهو في النهاية تمام؟ تعالوا نشوف الثمانية دولة اللي هو تركهم سهواً أو نسياناً لا يبطل الصلاة لكن في نهاية الصلاة بتسجد سجدتين يسميان سجدتان السهو تمام؟ أول حاجة جميع التكبيرات ما عادة تكبيرت الإحرام تكبيرت الإحرام ليه أول تكبيرة هي اللي ركني يا شباب كل التكبيرات الباقية واجبة تمام؟ وهذا حديث أبو هريرة فما في وقت نقرأ الحديث كله تقرأه مع الوالدة ونخص على طول يبقى أول وحدة من الثمانية اللي هي جميع التكبيرات مع عادة تكبيرت الإحرام طيب الآن يقول لك بالاشتراق مع المجموعة تصور هيئة الصلاة واستنتج التكبيرات الواجبة عندك تكبيرت الركوع تمام؟ وعندك تكبيرت الرفع من الركوع تكبيرت ليش؟ يعني ترى تكبيرت السجود عفواً تكبيرت السجود تمام؟ وعندك تكبيرت الرفع من السجود يعني أنت سجدت الآن وانت قايم تجيب الرقعة اللي بعدها أو تجيب السجدة الثانية حالة طول بتقول الله أكبر وعندك وانت الآن جالش تكبيرت القيام يعني أنت الآن ساجد السجدة الثانية وتي بتقوم تجيب الرقعة الثانية بتكبر عشان توقف وتجيب الرقعة ليش هذا كله يا شباب تكتبون إن شاء الله طيب رقم اثنين في الواجبات بعد التكبيرات سبحان ربي العظيم وهذه مرة واحدة يا شباب في العيش في الركوع يعني كنها واجبة مرة واحدة سبحان ربي العظيم لكن لو زدت على ذلك هذا يكون سننة نقدة بعدين وهذا ما يحله في الحديث ثم مركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم طيب قوله قوله سمع الله لمن حمد للإمام وهذا تعتبر رقم ثلاثة للإمام والمنفرد الإمام يقول سمع الله لمن حمد لكن انت ما تقولها اللي هو المأموم المأموم على طول يقول ربنا ولك الحمد ماشي يذكر دليله ثم ثم يقول سمع وهذا في الحديث السابق الله لمن حمده ما شابه الشباب وتكتب ده كله هذا الدليل هذا الدليل طيب قوله ربنا ولك الحمد وهذا للإمام والمأموم والمنفرد المنفرد اللي بيصلي بالحالة هيقول ربنا ولك الحمد الإمام لما يقول للمأمومون سمع الله لمن حمد هو معهم يقول ربنا ولك الحمد المأموم يقول لها ربنا ولك الحمد وهذا يقولها الجميع تمام ثم يقول الدليل بتاعها في الحديث اللي في الصفحة هذا الدليل اللي في الحديث هذا ثم يقول ربنا ولك الحمد ربنا ياش ولك الحمد طيب الآن بيقول لي عزينا عرق قوله سمع الله من الحمد من اللي بيقولها نقول بيقولها الإمام وبيقولها المنفرد اللي هو بالحالة لكن المأموم ما يبي يقول سمع الأرم الحميد طيب قول ربنا ولك الحمد يقولها الجميع الإمام والمأموم والمنفرد طيب رقم الآن رقم خمسة رقم خمسة أقول سبحان ربي الأعلى وهذا بيكون في سجود مرة واحدة هذا هو الواجب إنما إن زدت عن مرة بيصير سنة وهذاك الأجر مضاعف تمام وهذا الدليل موجود ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى طيب رقم ستة قول ربي اغفر لي مرة بين السجدين ودي يا شباب للأسف كثير من الطلاب ما ينتبهوا لي أنت الآن سجدت قلت في سجودك سبحان ربي الأعلى ثم قمت من السجود قلت الله أكبر وجلست جلسة عشان هتسجد مرة ثانية بين السجدين الجلسة التي تجلسها بين السجدين عشان تتهيل الجلسة الثانية أو للسجد الثانية تقول ربي اغفر لي ثلاث كلمات يا شباب واجبا ربي اغفر لي لحديث حديثة في صلاة النبي وكان يقعد بين السجدين نحوا من سجوده وكان يقول ربي اغفر لي عليه الصلاة والسلام هذه هي الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام رقم سبعة يا شباب التشهد الأول والجلوس له التشهد الأول والجلوسه له هنا عندنا بعض الصلاة بيبا فيها تشهدين بتجلس في النص ثم توقف تكمل الصلاة ثم تجلس الجلسة الأخيرة الجلسة الأولى الجلسة الأولى اللي بنسميه التشهد الأول هذا واجب نتبه مو التشهد الأخير لأن الأخيرة يكون ركن تمام يبقى الجلسة الأولى اللي هو بنقول فيه التشاهد الأول التحيات لله هذا واجب لحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وكان لما وصفت الصلاة وكان يقول في كل ركعتين التحية اللي هي التحيات لله والصلاة والطيبة وهذا الحديث خرجه مسلم الصلاة على النبي بعد قراءة التشاهد الأخير التشاهد الأخير ركن انتبه نحن الآن في التشاهد التشاهد الأخير ركن اللي هو بعدها تسلم لكن بعد ما بتقول التحيات لله والصلاة والطيبة والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا على الأبد والله صالحين أشهد أن لا إله إلى الله وأشهد أن محمدا عبد رسول حتى الآن هذا اللي أنا قلت كله واجب في التشاهد الأول وركن في التشاهد الأخير لكن بنزود عليها الله والمصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم أنك حميد مجيد اللي يسميها الصلاة على النبي منукول هنا الله مصلي على محمد لين أنك حميد مجيد هذه يا شباب واجبة هذا واجب هذا ليص واجب لي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد ليص الأخير تمام وبكده انتهينا تقريبا من الدرس لكن ستجيب لي هنا في الآخر الفرق بين الركن والواجب الركن اللي هو اللي 14 الخدمان في الدرس اللي فات والواجب عددهم ثمانية تعال نعرف التفارق بين الاثنين واخدناه من شوية في أنه من تعمد ترك شيء من الركن إذا تعمدت ترك الركن أو تعمدت بعد ترك الواجب تبطل الصلاح على طول لكن يختلفون في الركن إذا تركه المصلي ناسيا أو جاهلا لما الـ 14 نسيت أو كنت بعد جاهل ما تعرف فإنه يجب عليه أن يأتي بالركن وبما بعده يعني هو مثلا ترك الركوع الصلاح ركع من غير الركوع لا تصلح لازم يرجع يجيب الركوع ويكمل باقي الصلاح لكن الواجب إذا تركه المصلي ناسي أو جاهل ناس يعني نسي ما تعمد أو جاهل يعني ما كان يعرف ما حد علمه في هذه الحالة الشباب فإنه يسقط يعني لا يأتي به أو لا يحتاج أن يأتي بالإيش بالواجب مرة ثانية ويسجد للسهوة كما قلنا في بداية إيش الدرس عندك هذا واجب نشاط أربعة واجب إن شاء الله والحصة جاء إن شاء الله نكمل الأسئلة اللي هنا إن شاء الله هتكون في الحصة القادمة الحصة إيش القادمة يعني عندك الواجب صفحة 44 بس هذا الواجب لا عليك وهذا إن شاء الله الحصة القادمة نبدأ نحل الأسئلة ونبدأ نركز فيها والراجح فيها لايش الركن والواجب مع بعض بارك الله فيك الله ينفع بيكم وجزاكم الله خير ترجمة نانسي قنقر